السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ونتمنى مع الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتوما كتشاهدوا هالفيديو هذا نجددوا بترحب بكم الإخوان مرة أخرى باقي المواصلين ومواكبين ومتبعين المنتخب الوطني المغربي هاد الحلقة هالإخوان غادي تكون مقسمة الجزئين والجزء الأول غادي نهضر فيه على آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي والجزء الثاني في هاد الحلقة هدي غادي يكونوا جوج أزال في الجزء الثاني غادي نهضر على أغلى المدربين أجرا في هاد كأس أمام إفريقيا التي توقع في ساحل العجل غادي نتواصلوا هالإخوان في هاد الحلقة هدي غير صوتين فنتمنى مع الله ينال إعجابكم هاد الفيديو هذا وقبل ما قد ندخلوه الإخوان في آخر الأخبار ما تبخلوش علينا الإخوان بلايك تعليق زوين وبرتاجيو لماكسيموم الإخوان باش تشجعونا باش نزيدو أكثر في الفيديوهات هاده كما سبق شو قلت لكم الإخوان في الحلقة السابقة لدويت فاعلة نصير المزراوي وآمين عدلي فرا هل تحقوا الإخوان بالمنتخب الوطني المغربي البارح نهار الأربع فرا الآن حنا بكامل عناصر ديالنا في ساحل العجل وليوم ما شاء الله اليوم الخاميس غادي تكون مقابلة حذبية ضد منتخب السيراليون اللي غادي تكون مقابلة بدون إعلام الإخوان غادي تلعب مع السادي العشية وبزيف ديال هادرة صيرتوا الإعلام الجزائري والميصري والتونسي كل شي حاط عيني على المغرب ما فقينا فاهمين ويلو كون شي ولده بك يهدر فا غادي نجاوب هم الإخوان كيقول لك علاش المنتخب الوطني المغربي من دون المنتخبات الوطنية يعني بوحده اللي غادي تدير مقابلة حبية في الكود ديبوار ما عندوش الحق يلعب في الكود ديبوار ما عندوش الحق يلعب في يعني في الملاعب اللي غادي تقام فيها كأس أمم إفريقيا فرا هذا كنسميها الإخوان غير تشويش على المنتخب الوطني المغربي وأنا غادي نقول لكم علاش أول حاجة كنا غادي نلعبو مقابلة حبية مع المنتخب القامبي كنا غادي نلعبو في الرباط آآ تم الرفض من المنتخب القامبي كان عندوش التزامات شي مقابلة تحبية أخرى ما استطعوش بأنه ميجيوا للمغرب فتآنيوا لاش هالإخوان المقابلة هدي أول حاجة تاني حاجة المقابلة دي اليوم فغادي تكون غير في ملعب عادي ملعب للتدريبات فقط أنا غادي نقلب لكم على الصورة دي الملعب وغادي تشوفوه أصلا غير صالح لإجراء مقابلة لكرة القادم يعني باش عارفوا والإخوان الإعلام الجزائري والمصري والتونسي غير باغين يشوشوا على المنتخب الوطني المغربي بأي طريقة غادي نتوزوا الإخوان دابا الخبر تالي تلك يتعلق بالمنتخب الوطني المغربي وهذا المرة غادي تكون على الأقمصة المنتخب الوطني المغربي كنت كنظن صار حكت كنظن بأنه غادي يكونوا أقمصة جدا لكن ما غاديش للعبوا بأقمصة جدا غادي يلعبوا بالأقمصة اللي لعبنا فيهم في كأس العالم في قاطر وأنا غادي نقول لكم علاش حيش بزاف دي المنتخبات كين ينقع شي منتخبات شمسينين كونترا مع شركة بيما وخرجات لي متونيات وحنا ما خرجات لينا نقول لكم علاش الجامعة المالكية المغربية الكرة القادم دير عقد مع شركة بيما لمدة سنة شين يعني كل سنة شين غادي تخرج لنا توني على حسب كأس أفريقيا كيما كتعرفو فرا كل عامي كيكون كأس أفريقيا فرا هات توني الإخوان كنا غادي يلعبوا به في 2023 حيش هاد كأس أفريقيا أرا نور مالمو خاصة تلعب في 2023 كانت غادي تلعب في الصيف بزاف دي المنتخبات رفضو بيش تلعب في الصيف فراكم عارفي الجو اللي كيكون في أفريقيا وصيرتو في ساحل العاج فرا الان احنا في شهر واحد وراه كين الصعب فما بالوك في الصيف فاديك شيع ليش تأجليش شهر واحد في سنة 2024 فراه لشيع ليش ما غاديش نشوفو توني جديد دي المنتخب الوطني المغربي وحنا اصلا المغاربة كانت تفايلو بهد توني المغربي الجديد اللي صيبت لنا ببيلما اللي مش غادي نقوله بسبابه ولكن كان فال حد علينا وصلنا به نصف النهاية ولكن بغينا ناخدو به كأس أفريقيا اللي متعطش لها الجماهير المغربية كاملة سواء في المغرب سواء الجالية كل شي كي طالب هاد الكأس تكون مغربية وانشاء الله حتى ديال الفين وخمسة وعشرين تكون حتى هي مغربية ودابا غادي نمرو الاخوان الجزء التاني من الحلقة اللي كتعلق بالمدربين الاغلى أجرا القائمة اللي عندي فيها عشرة ديال المدربين وهاد المدربين او لهاد المنتخبات هادو راه كامل لنا الاخوان مشاركين في هاد كأس أمام افريقيا اللي كان الان في ساحي اللاج فبسم الله على بركتي اللي نبدأه ونبدأه بالمرتبة العشرة مدرب المنتخب التونسي جلال قدري وكيوصل في الشهر 11 مليون مغربية في المرتبة التاسعة صونغ مدرب الكاميرون وكيوصل الـ 29 مليون مغربية في المركز التامن كريس هيكتون مدرب غانا وكيوصل الـ 47 مليون مغربية في المركز السابع آليو سيسي مدرب سينغال وكيوصل الـ 46 مليون مغربية في المركز السادس ريكو بروس مدرب جنوب إفريقيا وكيوصل الـ 50 مليون مغربية في المركز الخامس مدرب أسود الأطلس واليد الرقريقي وكيوصل الشهر الـ 60 مليون مغربية في المركز الرابي خوسي باسيرو مدرب ميجيريا وكيوصل في الشهر الـ 70 مليون مغربية في المركز الثالث لويس غازيت مدرب سيح الهج وكيوصل في الشهر الـ 108 مليون مغربية في المركز الثاني روي فيكتوريا مدرب المنتخب المصري وكيوصل في الشهر الـ 200 مليون مغربية وفي المركز الأول مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي وكيوصل في الشهر الـ 108 مليون مغربية اللهم بارك أرقام الإخوان أرقام فلكية كانت هذه الحلقة الإخوان إذا وصلتي حتى اللي هنا ومدلتي لا لايك لا تعليق أش كتسنة أخويا ولاش كتسنة أختي دعموا الإخوان هذه المحتوى فرق كنبدلوا الإخوان شوي ذي الموجود كنقلبوا لكم على أخبار ديما كنحاول نقلب على مواضيع جداد مواضيع الساعة فدعمونا الإخوان ونتمنهم الله نكونوا فعل خير على المنتخب الوطني المغربي كما كنا ديرين شحالة دي مواكبة قبل كأس العالم في قاطر فإن شاء الله كنت منها وهد المواكبة وهد المجهود اللي كنديروا عمال منتخب الوطني المغربي ما يبشيش هباء منتورة ومحتاجين نفرحوا بصراحة محتاجين لحضروا لهذا الكأس هذا ونعيشوا بمشي بحال كأس دي المال في تسعمية وسبعين غير كيعودوا لينا وغير كنسمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا فبغينا نعيشوا الإخوان هذه الحادات وتحنا القوم نقولوا لولادنا لكبرنا فآخر حاجة اللي قدي نقول لكم كما العادة السلام عليكم ونشوفوا في فيديو جديد إن شاء الله